تم توريد 6,000 طن في فيفري و 7,000 طن حالياً مقابل حاجيات 14,000 و 15,000 طن شهري يعني حطينا في السوق نصف الحاجيات متاع مسيلك التوزيع فعليش؟ على خاطر دوين مش قاعدة تشري منها فماش فلوس فماش مشكلة في المالية العمومية مشكلة ترقيم السيادي اللي يخلى ما تجيب سلعة لما تخلص بالمسبق دونك المشكلة في المالية العمومية والصعوبة المالية الإشكال في ندرة المنتوج احنا في عوض نعالجه أصل المشكل هو أن نحط منتوج ناقص أقل من الحاجيات مشينا لآخر الحلقة ليه المسيلك وهذه حبيت تقديم الروح لأن احنا شو نعمل اليوم؟ قاعدين نعالجه فيه في المسلك المسلك شو هو المسلك؟ هو آخر نقطة بين المستهلك النهائي وبين التوزيع اللي هو تجر التفصيل إذا كان مفاميش المنتوج ناقص كيفاش تحب ترقاها أنت في المسلك؟ كيفاش تحب ترقاها في المسلك التوزيع؟ وفف فالمنتوجات هذية اللي احنا نحكيو فيها على المضاربة هاي المنتوجات للدولة تتجيب فيها خاطر ناقص هم تشوفوا الكميات متعة للحبوب أيضا اللي جات كلها ناقص أسولوا المطاح قولوا لهم قداش يعطيوا فيهم في كميات كميات أنقص من الكميات المطلوبة فأنت كيف نعطيك أنا 20 و 30% أنقص عندك نفس عدد الحرفية والحاجيات باش ترقا الضغط في نهاية المطاف فيعني حبيتنا نقول اللي المعالجة معنا إذا في تقديرك أنت إذا لو كان جات المنتوجات هذه متوفرة متصيرش مضاربة متبيعة الحال إذا كان المنتوج متوفر متصيرش مضاربة فما جانب ثاني أيضا اللي هو المضاربة في الأساس والاحتكار بصرف النظر على المنتجات هذية فما بعض المنتجات أيضا بصراحة يتم تهريبها عبر الحدود متاعنا لدول الأخرى كيلو سميد ترقاها بـ 3 ألاف في دولة شقيقة مقابل 3 أضعافة قل فهذا ينسيتي يعني يشجع الناس على أن تهريب جرائم التهريب في سنوات عديدة أثر تأثير واضح على الخلل ما بين العرض والطلب في السوق وفي مسائل التوزيع فالقانون في كل الحالات جاه هو ساعة نبدأ بالعنوان عندي ملاحظة شكلية من أرش العنوان يقول الحقوقيين والأساذة والجامعين في المجال هذا ينجم يقول يتعلق مقاومة المضاربة غير المشروعة فما مضاربة مشروعة أو أن المضاربة غير المشروعة يعني ربما يقول لك المضاربة المشروعة هي المضاربة الخزن التعديلي لأنه فما مخزونية التعديلية في السوق والخزن هذية اللي قاومه النص هذية خطر في التعريف يقول أو خزن فما في التعريفات اللي مذكورها في المرسوم تحدث على عملية الخزن خزن المنتجات الخزن رو فما خزن بغاية الاحتكار فما خزن بغاية الترويج عندك معناها تدبه كبير بيش تخزن فيه وانتي لاقا متدبه ذاكا بيش يتم التوزيع وعندك بطانتي لأخيري هو اللي شكون هذية مقصود بصراح يعني فهمته أنا بعد ما كنت تقريبا مرتين لما حالة قراءة معناها سريعة للمرسوم هو معمول أساس النلك نطري يعني حتى نطمن أيضا شوية التجار خطر برشة تجار جملة معناها كل كان وليت معناها المهنة متاعي يكفي باش يدخل إنسان يرقى عندي من علشان جوستوك مدعومة باش نخرجها غدو ولا باش تبيعها يعني نجم يجي قولي معناها حسب الدائوين وقفهم راو راو صار حجز سلع عند تجار جملة فما البعض يقول لك هنا باش نكمل فما البعض دول يتحدث على أنه يغادر المهنة فالطمأنه هو أساسا للكناترية معناها للتهريب علش على خاطر كيف نحط أما سمحني يا سامير باش شوية وقت تقول لكناترية أنا معاك معناها بطبيعة الحال الكناترية وكل ما هو يدر معناها باش نوضحه لأمور باش تبدأ أمورنا واضحة الغاية من تفسير الأمور هذية مش باش نحميه على الكناترية لا 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 شديد الكناترية هو يطبق عليه القانون كما ما شده صحيح شده صحيح ما ما نخليوش أنه ربما اللي عنده ستوك ولا اللي هو يمشي في السقين لأنه زاد القانون هذي المرسوم هذي بعد حين مش نحكيه فيه مع عفيف داود ومع فوزي عبد الرحمن فما معناها مواضع متى خلال كبيرة وكبيرة جدا نتخلي الإدارة تتعصف بطريقة كبيرة تخلي وأنه القضاء مش نحكيه على المصادرة ربما متى السلع هذي معناها شي كبير معناها مبدأ التقاضي على درجتين لم يتم احترامه نخليك تكمل مش نعطي الكلمة العفيف هذي كنت شنقول قلت هو معمول اساسا ان الكناتري ولكن كي تقراه نرجم مندخل فيه ناس المنظمة معناها الناس التجال منظمين شنوه غدوة شنية معناها غدوة وسائل الدفاع متى ولا حمايته من أنه يتم التعصف عليه بقراقة معناها أخرى شنو ما نقولش بين قوسين هذي هو سويدا هذي هو سويدا إذا كانك انت تاجر جملة اليوم وعندك معناها كميا بيش تخرج وعمل في الثنية يقول لك لأنه سائق معناها لأنه سائق تحت الواعد ولكن انتي معرف وعندك معرف جبائي وتخلص في الإداءات متاعك ومنظم غدوة معناها شكون يضمن لك انتي انه لا يتم التعصف عليك شنوه الزمانات حتى الزمانات في النص هذي هذي مرسوم سامحني في الكلمة بصراحة التجديد هذي وللأسف ولكنه سيفتح الباب سامحوني في الكلمة لتماكميك ولتعاكعيك